أهلا بكم يا أصحابي في حكاية جيدة من حكايات ديتة الألوان لبقى نحكي لكم إذيه الظهور جامعة ألوانها الجميلة كان مكان يا شعب يا كرام في زولينا مليانة ظهور جميلة وكانت فيها أنواع كثيرة من الظهور لكني أخطار ما كانت فيها أي لون عشان كده كان يزعلني جدا وصارفين يا ملوءين في يوم من الأيام فراشة جميلة كانت الجميلة وصارت الظهور ممكن تفاكي يا أصحابي أنت الظالمين ليه قللها إحنا ما عندناش ألوان ممكن تتعدينا يا فراشة يا جميلة لكن هتتعدينا إزاي؟ قالت لون أنا أخلي صديقك وزر قضح يساعدني هو عنده ألوان جميلة وأكيد هيساعدكم وبعد هتا الفراشة طارت في السماء على شأنك قابل صديقك وزر قضح وقالت له يا صديقك وزر قضح ممكن تتعدي أنا عايزة مساعدتك قالت له طبعا أكيد أصادك إزاي يا صديقك قالت له أنا رحت الوانينة كانت فيها الظهور جميلة لكني مش عندي ألواني ممكن تتعدي من يبلغم ألواني إزاعدك ألوان كتيرة ألا أعطق على حسادك أنا عدي ألوان كتيرة وأنتقاركم 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 هو سقضح إزا ألوان الجميلة للفراشة والفراشة راحة الجليلة ودت ألوانها الكتيرة الجميلة للظهور كلها وبعد كده تفتح الظهور كلها الجميلة وملغونة وكلهم أعلى في الخنين وملغونين وهذه الربيع والربيع اللي هو بتفتح وألوانها شكفا يا فراشتنا الجميلة شكفا ليتي شكفا شكفا أنت ستودخل في الحدودة